مشاهدة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم العرض الرئيسي لهذا المساء قام اليوم معالي رئيس الوزراء برفقة وزير المالية والميزانية كريستان جورج وبعض معاوني قاموا بزيارة تفقدية لإدارات الجمارك في منفذة إنجيلي وتكرى بالدائرة التاسعة بهدف تفقد سير الإجراءات الجمهورية داخل أروقة قطاعات الجمارك الذي يعتبر من المصدر الرئيسي للدخل العام في الدولة تقرير خالة مسلحج بهدف الوقوف على سير العمل وحركة تخلص البضائع والسلع والاطمئنان كذلك على الإرادات التي يوفرها قطاع الجمارك تأتي هذه الزيارة التفقدية المفاجئة لرئيس الوزراء فاهيمي باداكالبير إلى أروقة قطاع الجمارك البداية كانت بإدارات الجمارك في منفذ إنجيلي حيث التقى رئيس الوزراء الذي كان يرافقه وزير المالية وبعض مساعده بالمسؤولين في قطاع الجمارك وخلال تنقله داخل بعض إدارات الجمارك استمع رئيس الوزراء من مدير عمل جمارك وبعض المسؤولين إلى شرح حول كيفية سير العمل سواء فيما يتعلق بتقييم السلع وتصنيفها مرورا بالنظام الآلي للبيانات الجمهورية المعروف اختصارا بسيدونيا بالإضافة إلى إجراءات تخلص السيارات والإفراج عن الحاويات والشاحنات المحملة بالبضائع هذا وخلال زيارته شدد رئيس الوزراء على ضرورة الجدية في العمل وتعزيز الرقابة والحد من عمليات التهريبة مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية استخدام أجهزة الكشف والمسح لمنع دخول المواد المحظورة ولمعينة كيفية سير العمل فقد تفقد رئيس الوزراء موقف السيارات وساحة الحاويات بالإضافة إلى المخزن مستفسرا عن كيفية إتمام الإجراءات الجمهورية وقبيل مغادرته منفذ غيلي عقد رئيس الوزراء لقاء مع مسؤولي الجمارك وأحثهم على ضرورة العمل بشفافية لزيادة الإرادات المالية ومن ثم تابع رئيس الوزراء زيارته التفقدية إلى منفذ التوكرا حيث وقف على سير الإجراءات الجمهورية متفقدا بعض السيارات الموقوفة بسبب مخالفة إجراءات التخليص إلى جانب بعض المواد المحظورة كالمخدرات وأجهزة الكشف عن المعادن فضلا عن عدد من البهائم المهربة التي تم ضبطها وعلى هامش الزيارة التفقدية قال رئيس الوزراء إن تدني سعر النفط أدى إلى انخفاض في الإرادات وتراجع في الأنشطة الاقتصادية وألجأ البلاد إلى الاعتماد على مواردها غير نفطية وبالتالي فإن زيارته ترمي إلى توجه رسالة إلى موظفي إدارة الجمارك بضرورة مكافحة التهريب والعمل من أجل مصلحات الدولة مؤكدا أنه ليس مسموحا بعد اليوم أن يذهب فرمك واحد إلى وجه أخرى غير الخزينة العامة وأن العقوبة ستكون قاسية لمن يتلاعب بالموارد المالية للدولة نشير إلى أن زيارة التفقدية لرئيس الوزراء تدخل في إطار الجهود المبذولة من أجل تحقيق الإصلاح الإداري والمالي في البلاد ترجمة نانسي قنقر